في بداية تشغيلك البرنامج راح تشوف عندك ينافذة انشاء المشروع وينافذة متعارف عليها في كل برنامجيات اوفيس في النسخ الحديثة طيب احنا طبعا نسبة الى شنو هو المشروع اللي انت راح تبدي تشتغل عليه في البرنامج يوفر لك مجموعة من التيمبلت في الاساس اللي راح تبدي تسهل لك او تضيف لك الادوات اللي انت راح تبدي تحتاجها على سبيل المثال احتاج فد امور خاصة في السافتوير ذلك انا ما احتاج مجموعة الامور الخاصة في النيتورك او مجموعة من الامور الخاصة في البزنس يعني كاشكال او مجموعة من الادوات وبالتالي انا لما اجي اختار اي نوع من هذه التيمبلت اللي انت تشوفها الان امامك فبالاساس هو يعطيك تخصيص لواجهة المستخدم او تخصيص او يعطيك الادوات الضرورية اللي انت رح تبدي تستخدمها خلال هذا التاملت مثل ما تشوفه الآن فيه الجهة اليسرة تماماً إنه عندك المشاريع السابقة اللي موجودة أضافة لذلك يمكن تقوم بفتح مشروع عندك دراوينج جديد رسم كل شيء مبني على الرسم ورح تبدي تتعامل باليونتس بالوحدات المستخدمة فمثل ما تشوفه الآن هذي التاملت هي أونلاين وهي مقسمة لها مجموعة من الكاتيجري النيتورك القسم الخاص في الشبكات القسم الخاص في الفلور شارت المخططات اللي تكون عبارة عن فلور شارت القسم الخاص في السوفتوير القسم الخاص في الإدوكيشن في التعليم في البيزنس في الدياتابيس في قواعد البيانات في فلور بلينز طبعاً في قسم الفلور يمكن يوفر لك مجموعة من الخصاص الأخرى كاستيراد الرسم الخاص في برنامج أوتكاد وعمليات التصدير من قواعد البيانات وإلى هذه الأمور كلها رح تبدي تشوفها في البرنامج بمعنى إذا ما نتعامل مع قواعد البيانات يمكن أنه أقوم بعمل إمبورت قاعدة البيانات فعلياً اللي موجودة عندي وإذا أتعامل مع فلور بلينز يمكن أن أعمل إمبورت على رسمة أوتكاد وهكذا فأني نسبة إلى إيش المشروع اللي في الأساس أنا راح أبدي أشتغل عليه أحقوم بإنشاء على تيمليت اللي موجود عندي أو يمكن أنه أقوم بإنشاء مشروع فارغ كلياً مثل ما نشوف من خلال الضغط على بلانكتراوينج فالآن على سبيل المثال لما تبدي تختار بلانكتراوينج راح يبدي يفتح لك مشروع فارغ كلياً وبالتالي هذا المشروع ما راح يطيك الستندرد الطول الأساسية اللي انت راح تبدي تشتغل عليها لكن مثل ما قلنا لما نفدي أفتح تيمبلت معين يعني مثلاً أبدي أفتح البيزيك فلو شارت ولكن لأيش تتوقع الأمور اللي انت تحتاجها تحتاجها لمجموعة الأمور اللي هي الخاصة في البيزيك تشوفها الآن أمامك لما نرى سبيل المثال أبدي أتجه على الداتابيس مثل ما نشوف أضغط على داتابيس راح يبدي يطيك الامور الخاصة في الداتابيس بس راح تشوف عندك مجموعة من الأمور يمكن أن تشوفها وتحتاجها في قسم الداتابيس طبعاً الكاتيجيري راح تبدي تنتقل عندك على القسم الأيمن مثل ما تشوفها الآن أمامك الآن على سبيل المثال أبدي أختار القسم الخاص في السافتوير الخاص في يعني القسم الخاص في البرامجيات و راح تشوف أنه يمكن أنه خلينا نرجع للجزء الأول ثم نتجه على السافتوير مثل ما قلنا هذه تيمبليت أونلاين فمثل ما نشوف هذه كل الأمور الخاصة في السافتوير يمكن أنه تشتغل على مثلاً اليوز كيس هذه اللي موجودة عندي فلما أجي أختار هذه اليوز كيس اللي هي بايزيك أيوام اليوز كيس أوكي فأول شي طبعاً راح يطلب من عندك أنه تقوم بضبط اليونيتس الآن مثل تبدي تستخدم اليو اس يونيتس أو متريك يونيتس الآن يبدين استخدم المتريك يونيتس وابدي أضغط على أكرييت الآن طبعاً بنسبة لواجهة المستخدمة راح نبدي نتعرضه في فيديو القادم لكن ذكر أنه نسبة للتيمبليت اللي انت راح تبدي تفتحه راح خصص لك الشيبس اللي انت راح تبدي تحتاجه هنا إذن من المتريك تفتح لك هذا تيمبليتس يمكن أنه تبدي تستخدمه بشكل مباشر أو تحذفه لكن الشي اللي همنا الآن إنه في الطاكل اليو أمال اليوز كيس اللي انت راح تبدي تستخدمها هذي أكثر الأمور اللي إحنا نحتاجها باستخدامنا اليوز كيس هنا